تواصل مصر جهودها الكفيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغافية للأشقاء في قطاع غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم وكان مطار العريش قد استقبل خلال الأيام الماضية عددا من الطائرات التي تحمل ملابس ومستلزمات طبية ومواد إغاثية وكذلك سيارات إسعاف اشتركوا في القناة